أزمة جديدة بتشعل السوشيال ميديا بطالها إيلون ماسك ومنصة X وده بعد ما أصدر أمر من قضي المحكمة العالية في البرازيل بحذر عمل منصة X اللي هي طبعا تويتر سابقا وده بعد ما رفض إيلون ماسك تعيين ممثل قانوني ليه في البرازيل قرار المحكمة جي بعد شهور من الاتهمات المتبادلة بين إيلون ماسك ورئيس البرازيل فشفنا إيلون ماسك بيتهم البرازيل بالتديق على الحريات العامة في الوقت اللي تهمت فيه البرازيل إيلون ماسك ومنصة X بدعم اليمين المتطرف ونشر كمان معلومات مضللة وده اللي خلى إيلون ماسك يطلع ويقول أن هم متوقعين إغلاق المنصة في البرازيل لأن هم مش موافقين على طلبات الحكومة البرازيلية بمرأبة حسابات بعض السياسيين وطبعا الموضوع ما وقفش الحد هنا لأنه ببساطة المحكمة العالية بعد قرار الحزر أصدر القرار تاني بتوقيع غرامة قدرها 50 ألف ريال برازيلي يوميا على أي حد هيخالف القرار ده وهيستخدم المنصة عن طريق الـ VPN